الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب مساؤكم حفظكم الله لمصر وحفظ الله لنا مصرنا الغالية أتمنى أن تكون أوقاتكم سعيدة وأن تسعدوا بلقائنا كما نحن سعداء بلقائكم تهنئة من القلب لكل أبنائنا الطلاب في الشهادة الثانوية وندعو المولى عز وجل أن يكرم الجميع بما يتمناه وبالتوفيق للجميع في الأيام القادمة يسعدني أن أكون في هذا اللقاء معكم أبناء طلاب المرحلة الثانوية وخاصة الصف الأول الثانوي في لقاء بسيط للبلاغة تبسيط وتسهيل للمبتدئين في فرع البلاغة وأنا أود في هذا اللقاء أن أكون أستقي وأخذ دروس البلاغة وموضوعات البلاغة من حياتنا اليومية البلاغة شيء بسيط لا يحلو الكلام إلا به وتزداد اللغة به جمالا ورونقا ونستخدم البلاغة في حياتنا كلنا بنستخدم البلاغة في الشارع المتعلمين وغير المتعلمين الجديد والموضوع يحتاج إلى تركيز على المصطلحات فقط لكن المعاني وجوهر البلاغة نستخدمه في حياتنا يقول الشاعر لحن الشريف يزيله من قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين وترى الوضيع إذا تحدث معربا نال المهابة باللسان الألساني أبناء الأحباء الإنسان مهما كانت مكانته يحتاج إلى أن يتكلم كلاما جميلا يستسيغه الآخرون فلو أن إنسان كما قال الشاعر له مكانة عظيمة لو لم يتحدث جيدا بأسلوب بليغ يجذب إليه السامعين سقط من أعين الناس والإنسان قليل المكانة لو تحدث بلسان طلق فصيح نال مهابة ومكانة عند الناس لأن اللسان هو عنوان شخصية الإنسان والكلام يعبر عن مكنونات السرائر وكما قيل قبل ذلك أن الإنسان عندما يتكلم يرى كما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه الإنسان أو المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تحدث ظهرت شخصيته حتى يكون الكلام طيبا مستساغا في مكانه يجد أن يكون الكلام مضبوطا كقواعد في النحو واليوم نتحدث عن بعد ضبط قواعد النحو نتحدث على جماليات الكلام جماليات اللغة أنا اليوم يعني ما نحنش هنتكلم على أمور دارجة أو أمور مستساغة سهلة هي أمور سهلة ومستساغة ولكن لا نتحدث عن قاعدة أو درس بعينه قبل أن نبحر في ما هي البلاغة البلاغة مبنية على إيه كيف تكون البلاغة جزء من حياتنا كيف أن البلاغة واقعية الموضوع عرضي للبلاغة اليوم يحتاج إلى طالب وأراكم كذلك إن شاء الله أبناء مصر يحتاج إلى طالب يود أن يفهم البلاغ يود أن يفهم ويتذوق اللغة لا أن يحفظ أنا يعني أستطيع أن أملأ وقت الحصة بعشرات من دروس البلاغة أنا اليوم لست مشغولا بما سأنتهي إليه من دروس أنا النهاردة مش مشغول أخلص درس إيه في البلاغة لكن أنا النهاردة كل تركيزي بشكل جديد لا يركز عليه الكثيرون البلاغة مدخلها إزاي يعني إيه بلاغة هل بنستخدم البلاغة في حياتنا ولا لا لأن كلام الإنسان سواء كان كلاما نثريا كالحديث والقرآن والمقالات أو كان شعرا بوزن وقوافي لابد أن يخضع لقواعد حسن الكلام ونستخدم البلاغة في حياتنا يعني بشكل مبسط أبناء الطلاب عندما أقول مثلا أنا يعني المفروض أبناء الطلاب في المرحلة الثانوية خاصة الصف الأول الثانوي اليوم عاوزين نفهم عاوزين نفهم يعني إيه بلاغة بصرف النظر عن ما هي المصطلحات يعني أرجو أن يتابعني حتى من أبحر في البلاغة الصف الثاني والثالث فبعض المسميات قد تكون جديدة على أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي فعاوزين نفهم كده بهدوء شوية إيه يعني وزن إيه يعني قفية إيه يعني شعر إيه يعني موسيقى إيه يعني تصوير هذا هو موضوعنا يعني أنا مش أقول كلام مكتوب في قواعد ومشهور في الكتب احنا عاوزين ناخد حاجة واقعية نفهم أنا مثلا في الحياة العامة عندما أقول طار الخبر طار الخبر بعيدا أنا هنا صورت الخبر بطائر هذا لا يخفى على قليل العقل طب ده إحنا بنسميه تشبيه أو استعارة بصرف نظر مسمائي إلى أن هذه الصياغة وهذا الأسلوب نستخدمه عندما أسأل فلان مثلا أقول له أين القلم الذي كان هنا فبدل أن يجيب أنا لم أخذ القلم أنا أخذش الألم قد يجيب على هذا السؤال بشكل فيه تأكيد أكثر لنفي المعنى هو أنا برضو خدت الألم هو أنا برضو سرأت الألم هذا أسلوب استفهامي إنشائي الغرض منه النافي وهذا أبلغ من لو أنني قلته أنا ما خدتش الألم أنت المطلوب منك اليوم أن أنت تعمل الواجب وكمان تنظم حجرتك حجرتك لا أنا نهاردة مش هعمل حاجة غير الواجب بنقول كنا هذا في البلاغة لن أفعل اليوم إلا الواجب هذا أسلوب يؤكد أنك لن تفعل قصرت فعلك على شيء واحد هذا يسميه أسلوب قصر دم يقول مولى عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أحسسنا بتناغم بين جنود بين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الدال والدالة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أحسسنا بتناغم موسيقي هذا صنف في البلاغة علم الثاني علم المحسنات البديعية أو علم الموسيقى إذن البلاغة نستخدمها في حياتنا تعالوا مع بعض أبناء الطلاب نؤصل ونرجع إلى أساس أساس الكلام في اللغة العربية ونخرج منه إلى واقعية البلاغة في حياتنا ثم إلى مسمياتها ومصطلحاتها والدروس اللي هنشتغل عليها هتمشي إزاي لأننا شايف أن الواقعية في البلاغة أبناء الطلاب وأن البلاغة شيء جميل يحلو الكلام به بنستخدمه المتعلم منا وغير المتعلم يستخدم البلاغة بكل علومها سواء كان تصوير خيال نسمي علم البيان للناس اللي افتاني وتلتا سواء كان موسيقى في الكلام تحس وتفهم أو تسمع يا الموسيقى مع السنات البديعية بنسميها أو كان الأسلوب نفسه سواء كان الأسلوب تعطيني معلومة تخبرني لا إله إلا الله أنت بتخبرني هذا أسلوب خبر حضر الطلاب اليوم جميعه أو تسأل هل من يغفر الذنوب إلا الله أسلوب أنا لا أسأل أنا أؤكد أن المغفرة تأتي من الله فقط ولكن استخدمت أسلوب لو أن إنسانا بلغ مكانة عظيمة ولا يستطيع أن يتحدث بشكل لبق سقط من أعين الناس والإنسان قليل الشأن عندما يتحدث بأسلوب طيب ينال القلوب تعالوا نلم الموضوع ده كله من الأول خالص بصوا معي كده أبناء الطلاب أساس الموضوع إيه وعاوزين إحنا اليوم مش عاوزين ننتهي من درس ولا من درسين ولا من ثلاثة إحنا عاوزين نفهم مدخل البلاغ البلاغة المبنية على إيه هذا هو الجديد الذي قصدته اليوم انظروا معي الكلام في اللغة العربية عبارة عن ماذا الكلام اللي بنتكلمه في حياتنا عايزين نفهم نركز مع بعض الموضوع إحنا مش بنتفرج على على جزء من فيديو ويعني وينتهي الأمر لأ عايزك تركز معي كأن انت يعني قاب معي بالظبط الكلام في اللغة العربية بشكل بسيط أبناء الطلاب الكلام في اللغة العربية نوعان إما كلام نثر وإما شعر لا ثالثة لهم يعني إما كلام منثور زي المقالات والقصص والروايات والقرآن والحديث وإما شعر عايزين نشوف أساس كل واحد من النوعين دول إيه عايزين نفهم وركزه معي لو سمحته بص مع بعض الكلام في اللغة نوعان إما نثر وإما شعر إما نثر وإما شعر النثر زي إيه أبناء الطلاب الأحباء عايزين نمشي واحدة واحدة مع بعض زي القصة المقال الرواية القرآن الكريم الحديث الأخبار اللي بنقراها في الصحف المقالات اللي بنقراها الكلام اللي مبني على بعضه يعني عماده الفكر وليس موسيقى اللفظ فيه بعد كده الشعر طب إيه الفرق يا أبناء الأحباء بين الشعر والنثر إحنا عاوزين نفهم أنا مش عاوز أنهي الحلقة بأنه درس يتشرح لا إحنا عايزين نفهم الكلام اللي الكتب قليلة الحديث عنهم قلنا ما الفرق بين النثر والشعر النثر كلام عماده هو أساس الفكر الفكرة هي اللي بتخلينا أجري ورا المقال ورا القصة ورا الرواية لكن الشعر الموسيقى وترتيب الكلام أحيانا هو الذي يجذبني هو الذي يجذبني حتى أقرأ باقي الشعر ولذلك أحيانا الشاعر كان يستهدف قديما لأنه هجى بلسانه عظيم من القول طب يعني هو يعني أي حد أي حد أبناء الطلاب يهجو شخص يستهدف لماذا الشعراء تحديدا لأن كلامهم يحفظ يحفظ لما هل فقط لفكرته لا لا يحفظ لفكرته ولجمال تناسوقه للموسيقى اللي بنقول عليها إذن الشعر هو كلام موزون مقفى يعني بقفية فيه موسيقى اللي هي الموسيقى الوزن والقفية إيه يعني وزن؟ مصطلحات الكتب لا تركز عليها هي دي الأعمدة اللي البلاغة مبنية عليها لأن فيه مصطلحات كتير أنا هبزل فيها مجهود دلوقتي وأنا عارف أن المصطلحات دي لما هتمر في دروس البلاغة الشرح يتعامل مع الطالب وكأن الطالب يعرفها ما الوزن؟ ما الفرق بين الوزن والقافية؟ ويعني إيه وزن أصلا؟ وكمان بيقولوا أن الوزن ده هو البحر الشعري يبقى ما هو الوزن؟ وما الفرق بين الوزن والقافية؟ ولماذا أطلق على الوزن البحر الشعري؟ إيه العلاقة؟ إيه يعني وزن؟ إيه يعني بحر الشعري؟ عايزين نفهم واحدة واحدة كده معي قصوا معي الشعر كلام موزون مقفى موسيقى فيه موسيقى هي موسيقى الوزن والقافية والوزن هو البحر الشعري إيه هي الأوزن الشعرية أو بحور الشعر؟ بصوا أحبائي كده الطلاب أنا عندي بيت شاعر لشاعر مخضرم في العصر الجاهل وصدر الإسلام اسمه الحطيقة بيقول إيه ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد بصوا معي يا أولاد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد بيت الثاني بصوا معي هنا وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد الراجل ده أو الشاعر الجميل ده بيقول كلام حكم ولست أرى السعادة جمع مال ولكنه مقرد مثال أنا قيب يا إيه بقى يعني وزن ويعني إيه قفية الوزن هو التقطيع الموسيقي والنغمة التي يسير عليها القصيدة من أول بيت إلى آخر بيت بصوا معي البيت الأول كده ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد أنا عامل هنا دول بلون ودول بلون نشوف التقطيع كده يمشي إزاي ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد لو مشيت لآخر القصيدة هلاء الوزن أو اللحن ده موزون عشان كده سموه وزن يعني إيه؟ يعني من أول بيت لآخر بيت الوزن واحد لا يتغير بصرف النظر كلام البيت إيه ومضمونه إيه؟ نشوف كده الوزن اللي معنا ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد ولو كملت القصيدة للآخر مشي على نفس الوزن طب ليه هم سموه وزن؟ عشان القصيدة مشي بميزان حركي صوتي من أول بيت لآخر بيت الوزن والإقاع والنغمة اللي حضرتك بتسمعها في أول بيت هي اللي بتسمعها في الثاني في الثالث في العاشر لحد القصيدة حتى وإن طالت حتى إن عدت مئات الأبياد كالمعلقات في العصر الجاهلي هذا هو الوزن طب فيه سؤال طب هم ليه سموا الوزن بحر؟ يعني الأوزان بحور الإجابة سهلة جدا لأن الصفة المشتركة بين الوزن والبحر أن البحر به أمواج الموجة لما بتبدأ من نص البحر هي هي وبتيجي التانية وراها متتالين ما يلحقوش بعض بنفس النظام ونفس الإقاع لحد ما توصل لحد الشاطئ كذلك النغمة الموسيقية في البيت الأول اللي بدأ بها الشاعر الإقاع الموسيقي اللي بدأت به البيت الأول هيمشي البيت اللي بعده اللي بعده اللي بعده صار الوزن كالموجة صار الوزن كالموجة التي بدأت في آخر بيت ولا تنتهي إلا في آخر بيت عشان كده سموا الوزن بحر يا رب نكون فهمنا يعني ايه وزن وايه علاقة الوزن بالبحر ابناء الطلاب احنا النهاردة عاوزين نفهم بلاغا نفهم ايه الابداع وايه العظمة في هذه اللغة العربية الجميلة خلي بالك القرآن الكريم جاء عندنا الدكتور علي الجندي رحمة الله عليه استاذ الادب في كلية دار العلوم رحمة الله عليه انا اذكر في كلية دار العلوم في اول محاضرة دخلت الدكتور علي الجندي قال لنا مقولة انا احفظها منه لن انساها قال لنا كل شيء في الدنيا لن انسى هذه الجملة كل شيء في الدنيا يولد صغيرا ثم يكبر وهذه رتابة وسنة الحياة الا اللغة العربية ولدت بمرحلة النج والازدهار والقمة وما زالت تصغر وتضعف حتى هذه الايام حفظها الله وهنا ابداع واعجاز لماذا؟ لان القرآن الكريم عندما جاء يعجز العرب في لغتهم كانوا بلغوا ناصية البيان في اللغة مش من المنطق طبعا ولا من الطبيعي ان القرآن الكريم الاعجاز في اللغة يأتي في وقت العرب يكونوا ضعاف فيه اكيد وصلوا القمة الولد بن المغير الذي نزل قرآنا يتلى عليه لعنه الله قال نسمع محمد لماذا نخاف منه؟ نحن أدرى بطيب الكلام من رديئه إن كان أساتذة في اللغة إن كان خيرا قبلناه وإن كان غير ذلك رددناه نحن أساتذة اللغة ذهب هو من معه يسمعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجع الوليد بن المغيرة رأيه سطر بعد ذلك قال ماذا قال الوليد؟ كافر ماذا قال؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله هذا بشر ما فيش بشر يقول الكلام ده يعني أنا بصرف النظر عن الموضوع العقدي إلى أن اللغة وصلت الإعجاز في ذلك الوقت فالبحر يعني ميزان يعني وزن بدأ من أول بيت لآخر بيت القرآن جاء بأعظم من ذلك أنا كده وضحت يعني إيه وزن تمام إيه بقى يعني قفية عشان نفرق بين الوزن والقفية بصوا كده القصيدة اللي معايا دي الحرف الأخير ده الحرف الأخير حرف الدال السعيده مزيده بعيده والآخر القصيدة دي بقى اسمها القفية دي بقى معا اسمها إيه؟ زي اسمها القفية يبقى أنا دلوقتي عرفت إيه الفرق بين الوزن والقفية ما فيش كلمة هنقولها النهاردة مش هينفع تيجي سؤال في المراحل المتأخرة في الثانوية العامة سواء تانية أو تالتة ما فيش كلمة هنقولها مش هنحتاجها بس ظاهر الأمر إن مدخل البلاغة التشبيه والاستعارة والألوان البيانية في الصف الأول الثانوي هو إنه موضوع موضوعات مستقلة البلاغة كله المتكامل خلاص إحنا دلوقتي فهمنا الفرق بين الوزن والقفية أنا مش هبقى مشغول النهاردة إن إحنا نخلص درس بلاغ عايزين نفهم عشان نشوف الدروس بعد كده مبنية على إيه؟ خلاص أنا عرفت الفرق بين الوزن والقفية بثال آخر لنؤكد الفكرة انظروا معي الخنساء التي فقدت أخاها أشهر شعراء العرب على وجه الإطلاق بتقول إيه؟ أعيني جودة ولا تجمدة ألا تبكياني لصخر الندى ألا تبكياني الجريء الجميلة ألا تبكياني الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمرد أعيني جودة ولا تجمدة ألا تبكياني لصخر الندى ألا تبكياني الجريء الجميلة ألا تبكياني الفتى السيدة طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمرد الإقاع واحد هذا وزن انظر معي إلى القف يبا خلاص فهمنا عني وزن هي بدأت بعيني جود ولا تجمد ألا تبكياني لصخر الندى طويل النجاد إلى آخر القصير هي اخترت هذا الوزن هذا اسمه بحر اسمه وزن اسمه إيقاع صوتي لأداء الأبيات نأتي إلى القافية في هذه الأبيات كما قلنا في الأبيات السابقة انظر معي أعيني جودة ولا تجمدة شوف الخنساء الندى السيدة أمرد آه خلي بالك القفية والشعر يتسمع مش يتكتب يعني قوة حد يقول لي دي إيه الدالة المفتوحة هي الدالة البعدها ألف هي الدالة البعدها ألف لينة زي دي هي الدالة اللي عليها فتحة الحكم بما أسمع وليس بما يكتب ولذلك هنا في إقاع موسيقي بين بص بص أنا معلم عليه تجمدة الندى الناس اللي سمعت الكلام ده قبل كده معاه يعني اللي عارفه الكلام ده إن ده تصريع طب ومعليش التصريع ما دي دال ألف ودي الحكم بما نسمع التصريع يسمع ولا يكتب الموسيقى تسمع ولا تكتب ألا تبكيان الصخر لصخر الندى هكذا إيبا ده القفية اللي هي الدال مع الألف والدال مع لي يبقى أبناء الطلاب فهمنا معا في أول فكرة معنا اليوم ما الفرق بين الوزن والقافية وأنا أود أن أقف عند شيء إعجازي في هذا الأمر شيء يعني فعلا لما تفهمه إحنا طبعا الأيام دي لسه يعني لما ندخل في الدراسة عايزين يعني نعود مع بعض براحتنا ونفهم إعجاز يقف بك على جمال اللغة تقول سبحان الله وصلى الله على سيدنا محمد في القرآن وجمال الإعجاز الذي فيه والعرب إيه ده مبلغ رهيب في اللغة بص معي للإعجازك أنا أقلت لك وزن في الأبيات الأولى وزن في الأبيات التانية تتخيل أن أوزان الشعر بص أقول على معلومتين أنا أرى أنهم يعني معلومتين جديدتين على كثيرين المعلومة الأولى هل تعلمون أن أوزان الشعر حوالي 16 وزن بص 16 وزن تمام إيه بقى الإعجاز الشعر الشعر يقال في بلاد العرب إنه هو أول شعر قيل يقال يعني مش أقل من 150 سنة قبل الإسلام الأوزان أكتشفت ولم تخترع بمعنى إيه خليل بن أحمد في العصر العباسي قرنين من ظهور الإسلام اكتشف الأوزان وسطرها وعدها الغريب بقى غريب حاجة غريبة فعلا أن الشعراء في العصر الجاهلي عصر العظمة والقوة في كل حاجة ده هو اسمه جاهلي بس يا جماعة عشان هو مفوش إسلام بس دعني شرف للإسلام إذا ما سقط صار الأمر جاهلي إنما هم عندهم قيم فالعصر الجاهلي قمة اللغة عندهم بحور الشاعر في العصر الجاهلي تخيلوا بيختار الوزن والإقاع الموسيقي للأبياد الذي يتفق مع العاطفة التي تنتابه أثناء هذا الإشعار إذا يعني كل وزن يتنسب مع العاطفة نعم أعيني جودا ولا تجمد ألا تبكياني لصخر الندى نبرة يعني تكاد تكون في هذا الشوية حزن غير ابن الرومي في العصر العباسي لما بيصف الربيع في بهجة وجمال نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنكر نغامة تختلف الإقاع فيه فرحة بالربيع لكن الإقاع عند الخنساء فيه حزن ده غير عمطر بن شداد لما بيقول سكت فغر أعداء السكوت وظنني لأهلي قد نسيت الإقاع فيه قوة ده غير عمر بن كلثوم القصيدة التي بإقاعها ألهت قومه عن العمل قصيدة غريبة أبا هند أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن إقاع جميل أنا أذكر في أبيات يعني بأي مشيئة نعم يتعمد استخدام وزن معين طب وهو يعلم أن هذا الوزن يوافق لعاطفة هو اختاره لأنه يوافق عاطفته ما جازا لو جينا سألناه ده لو رجعنا يعني على سبيل الافتراض مش هيعرف هو كلمة يعني وزن لأن كلمة وزن دي وبحور وليها مسميات على فكرة مش عاوز أصدعكم بيها وضعها الخليل بن أحمد في العصر العباسي طب لو جينا سألنا عنطر مثلا ولا الخنساء هو أنت اخترت الوزن ده ليه يقول مش عارف بس أنا حاسس هذي هو بيسموها السليقة اللغوية بيسموها أبنائنا في مدرس اللغات إن إنجليش بيسموها السنس السنسور يشتغل يطلع القفية يطلع الوزن موافق للعاطفة لعب الكرة في بعض حافظ الله يعني أبنائنا جميعا فيه لعب معين في الفريق لما بتيجي كرة سبتة من أي مكان في الملعب هو ده اللي لازم نشوتها وبيجيبها طيب السؤال بقى هو بيجيبها إزاي طب ما الطريقة اللي بيجيب بيها نعلم بها البقيين هو هو يصف لك للصبح هو بيجيبها إزاي لكن هو إحساس هو تذوق أيوة هي مهارة بالضبط هي موهبة هو عطاء هو إحساس من الله سبحانه وتعالى ده هذا ظهر جليا في اللغة العربية أكثر ما ظهر في أي فنون الإنسانية التي عرفها الإنسان على وجه التاريخ تمام نأتي بعد ذلك للقافي السر الآخر معلش يعني يا رب ما كنتش طولت عليكم إذن عرفنا ما الفرق للي لسه يعني بيسمع أو يعني الدنيا يعني مش فاهم بالضبط إحنا بنعمل إيه إحنا فرقنا بين الشعر والنثر وعرفنا أن الفرق بين النثر بين الشعر وأن الشعر كلام موزون مقفى فيه وزن وفيه قفية وبعدين عرفنا يعني إيه وزن ويعني إيه قفية الوزن هو الإقاع الموسيقي اللي يتمشأ للأبيات من أول بيت إلى آخر بيت والقفية الحرف الأخير وأثبتنا إعجاز جميل خالص أن الوزن يوافق العاطف الإعجاز الثاني ده الحرف القفية القفية الأخيرة دي اللي هي الحرف كمان الشاعر بيختارها بدقة سألنا الشاعر تعال يا عم الشاعر هو أنت تقصد الحرف ده آه أقصده طب ليه أقول أنا مش حال يعني هو إحساس إن العاطفة دي توافق هذا اللفظ إذن هو ممكن يخفق في استخدام حرف لا يوافق العاطفة نعم الحروف في اللغة العربية مقسمة الناس اللي عاوزة تفهم دلاغة أبناء الأحباء الحروف في اللغة العربية مقسمة فيه حروف بيسموه حروف جهر يعني حروف جهرية الكاف والقاف والجيم وحروف هامز زي الهاء والهمزة والسين والياء وفيه حروف قطع زي الباء وفيه حروف حسب مخارج الأصوات مش عاوز برضو أكثر فيها إلى أن الحروف مصنفة تتخيلوا أن اللغة تحوي مما تحوي في طياتها تناسب الحرف مع العاطفة ثاني إيه أن الحرف يتناسب مع العاطفة الحرف يؤدي المعنى يا أبنائي طريقة إخراجك للكلمة طريقة استخدامك للكلمة الأسلوب الحرف يؤدي معنا للمطلبين الكبار الأساتذة العظماء استغلوا هذه النقطة هذا السر وبعضهم يؤدي مغنيين للكبار العظماء يؤدي أمام الناس يؤدي اللفظ بما يتناسب مع معناه ممكن في لقاء آخر يبقى أسمعكم صوتي وأقول لكم زي إيه بس بلاش طريقة عشان ما حدش يقوم من قدام الشاشة يعني طب ما تعني أخذ مثال من القرآن الكريم مثال بسيط جدا بصوا إحنا عاوزين نثبت إيه نريد أن نثبت زي ما أثبتنا من شوية صغيرين أن الوزن يتوافق مع العاطفة طب عاوزين نثبت أن الحرف كمان يتناسب مع العاطفة الحرف آه الحرف آه أحمد شوقي في قصيداته المشهورة السينية اختلاف النهال والليل ينسي ذكرة ليصيبة وأيام أنسي المؤسي رجسي حبسي السين المكسورة فيها مزلة فيها حزن آه ناخد الدليل من القرآن الكريم في بعض الكلمات البسيطة كده عشان نعرف بس جمال اللغة دي وبعدين نرجع لكلامنا بصوا معايا في قول الله تعالى في صدر المصحف الشريف في صورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك ذلك الكتاب لا لا ريب فيه هدى للمتقين احنا مركزين مع بعض العلامة دي بسموها علامة ايه؟ مين من أحباء الطلاب؟ أجاب أشكر كل ما نكتهد معي شكراً دي اسمها علامة التعانق تعالى نقرأ كده نشوف الآية كيف تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنا وقفت هنا وقفت هنا نوع طب أنا مش هقف هنا هقف هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ينفع أكمل ولا ينفع أقف مرتين تعالى نقف هنا ركز معايا كده ذلك الكتاب لا ريب ده حرف الباء حرف الباء ريب يعني شك ريب يعني شك يعني ذلك الكتاب لا شك فيه يا سلام يا سلام على الإبداع وعلى جمال اللغة احنا بنتكلم من ناحية لغوية ما ينفعش هنا غير ريب سبحانك يا رب شك ما تنفعش يخدم المعنى ريب لماذا ذلك الكتاب لا ريب نطق حرف الباء فيه قطع للهواء ريب قطع الهواء عند نطق حرف الباء يتناسب مع قطع الشك في القرآن الكريم سبحانك كأن الحرف هو مش كأنه هو فعلا الحرف جاء ليؤدي الوظيفة التي يدل عليها في معناه أقول تاني ريب قطع الهواء في نطق حرف الباء كقطع الشك في القرآن الكريم الطريقة التي تؤدي بها هو الحرف يؤدي المعنى الذي يسيق فيه تناسب الفواصل الآيات تنتهي بحرف واحد هنسميه بعدين أولاد أولا ثانوي ما يشغلوش بالهم بالمسمى يد هنعرفها بعدين الناس اللي في ثانية وفي ثالثة سجع في غير القرآن في القرآن نسميه تناسب الفواصل إكراما للقرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الليل إذا يسر إذا الظرفية لو جاءت للشرط أدات شرط غير جازمة يعني المفروض يبقى يسري افتح المصحب تلقى يسر إيه سين ريه ليه عشان نعطي الإقاع الموسيقي المؤثر القرآن الكريم راعة تناسب الفواصل الموسيقى التي تؤثر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر عشان يبقى فيه تناسب فواصل فهمت دي طب بص كده ربنا سبحانه وتعالى في صورة الضحى سألن مكو ربنا يدله نعمة يمن بها على غيره لاتحرب من حاجة يحاول يعوض بها غيره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم أجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأغنى طوص بقى طالما تربنا الدكدول سبحانك يا رب فأما اليتيمة طبعا هو وجدك يتيما فآوى فأما اليتيمة فلا تقهر وانت كنت محروم وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الثاء حرف همس طب اسمحولي كده يعني نحط حدث دي تحت المايكروسكوب وننزل عليها مع بعض زوم كده ونعرف الثاء دي ليها لازمة ولا لأ كل حرف في القرآن الكريم ده مش كلام هذا علم السناس بتغفل عنه هذا علم انعكس لنا كلنا بقوله ده القافية التي يختارها الشاعر نرجع في حدث الثاء حرف همس حروف اللغة العربية منها الجهر ومنها الهمس الهمس في صورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر اتحزفت الياء عشان جيب تناسب فواصل سبحانك يا رب طيب معلش حاشا لله فأصل اللغة مش في القرآن مش كان هيجيب تناسب فواصل أكثر حاشا لله لو انه في صورة الضحى كان المعنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فخبر مثلا حاشا لله نحن يعني من ناحية اللغوية عايزين نصل إلى جمال القرآن الكريم كانت تتبعى تقهر تنهر خبر راء 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 تنسب فواصل يقع موسيقي إثاء فيها كتب تؤلف اقسم بالله كتب تؤلف ازاي ركز كه عشان كلنا قدام الشاشة نقول سبحان الله الثاء حرف همس وآثر المولى عز وجل أن ينهي الآية التي يطلب فيها من الإنسان أن يحدث بنعمة الله عليه بحرف همس أمر من بما بأن تحديثك بنعمة الله عليك وعطائك للآخرين يكون همسا وليس جهرا يبقى الثاء لها لازمة ولا لا عشان كده القرآن لما تحدى أنهم مش هيقدروا يجيبوا حرف من القرآن مش هيقدروا بس دي عرفناها طب والباقي ما احنا مش كل حاجة عارفينها ده اللي على علمي أنا القليل وحضراتكم فتح الله عليكم ده اللي قدرنا يعني نفهم أما اللي ما نفهموش إيه أما للمتخصصين مش اللي زي حالاتي المتخصصين في اللغة أكثر عندهم إيه كتير حرف الهمس نرجع بقى للشعر القرآن شف القرآن لو حركت حرف من مكانه الثاءد لو حركتها تتعارض مع أمر الله بالإنفاق في السر تتعارض مع حديث الرسول شفت الدنيا تبهدلت إزاي لما حركنا حرف من مكانه تيجي أذكر في سنة من السنوات لأن أنا ما بقولش كلمة ما ما فعش تيجي في الثانوات العامة الأيام هذه الأيام تحنات تعتمد على الفهم أنا أذكر في في نص في الشعر الشعر الجميل الدكتور إبراهيم ناجي صاحب الأطلال هل رأى الحب سكارة في صخرة الملتقى حزين يعني مش أطول عليكم الشعر حزين يذهب إلى صخرة ويشكو للبحر وللسخر حزن وفراق من يحب فماذا قال اسمعوا ما قال ماذا سألتك يا صخرة الملتقى خلي بالك من القادي سألتك يا صخرة الملتقى نتى يجمع الدهر ما فرقى يا صخرة جمعت مهجتين أفاء إلى حسنها الملتقى وبقيت القصيدة بعد فرقى مزقى ملتقى النقاد عاب عليه استخدام القاف لماذا؟ القاف حرف جهولي حرف جهر يتناسب مع الفخر مع الحماسة مع الجهاد ولا يتناسب مع الحزن أخذ على الدكتور إبراهيم ناجي في قصيدة صخرة الملتقى استخدام حرف القاف يجي الطالب اللي حافظ مش فاهم ما رأيك في القافية الكتاب بيقول تأخذ عليه طب تجي نطبقها في حاجة تانية ما يعرفش لأنه هو للأسف النظام كان يقوم على الحفظ فالطالب حافظ مش فاهم بس أنا دلوقتي لما فهمت بعرف أضع هذا المقياس على أي حاجة عايزين نخرج بفهم البلاغة رائعة من روائع اللغة العربية بيت مشهور جدا نأخذه على سبيل الدعابة والمزحة امرو القيس الشاعر الضليل الجاهلي قال عندما خرجت قابلته للجهاد البيت المشهور وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره ده هنعرفه مع بعض بعد الفاصل خليكم معنا استنونا الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد أهلا وسهلا ومرحبا بكم عودا حميدا امرو القيس في العصر الجاهلي البيت المشهور ليه وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره تاني كده وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره بيت تسمع ويصدعك كل الكتب بتقول انه بعيد عن البلاغة وحروف كتير زي بعضها بعض الأساتذة احترم وجاتهم البلاغية في ذلك قاف باء كاف قاف باء كاف كدقات الطبول التي تؤذن بالأخذ بالحرب وهو انت أصدب تسمع البيت ومنتش فاهم حكيته ايه وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب واحد اسمه حرب معظم يعني ناس كتير الكلام ده يمكن اول مرة تسمعوا واحد اسمه حرب قتل في مكان قفر فوش حد ساكن ودفن في المكان الذي قتل فيه اللي هو المكان القفر ده فالقبيلة تجمعت عشان هذا الشخص قتل خيانة مش في حرب ولا حاجة وراحين يأخذوا بالثأر وهم خرجين يأخذوا بالثأر الشاعر يحمسهم يستخدم السين والهاء والباء والياء ولا القف والكاف والجيم حماسة حرف جهر فبيقول وقبر حرب قبر حرب ده الشخص الاسمه حرب وقبر حرب بمكان قفر بيتعجب وليس قرب قبر حرب قبر ده حتى ما فيش قبر جنب قبر حرب يعني هو تقتل في مكان قفر قبر الشخص الاسمه حرب ده ما فيش قبر جنب منه حتى يحمس الناس للقتال خلصنا أبناء الأحباء أن الوزن يؤدي معنى أن القافية والحرف يؤدي معنى تعالوا مع بعض نعرف متى يكون الإنسان بليغ السمعية كده متى يكون الإنسان بليغا عندما يحسن اختيار الألفاظ وصياغة العبارة عندما يراعي طبيعة الموضوع عايزين نفهم الكلام ده للفهم مش للحفظ عندما يراعي طبيعة الموضوع والذي يتحدث فيه وقدرات فهم المتحدث إليه ليه لأن البعض يحتاج للتفصيل والبعض يحتاج للإيجاز لاختصار والبعض للتكرار والبعض للتأكيد مراعاة الحالة النفسية للسامع أو القارئ أبناء الأحباء أنا عاوز أقول حاجة صغيرة ركزوا معايا لو أنني أتيت بعالم لغة أستاذ في الفصاحة يتحدث إلى طلابي في الجامعة باللغة العربية الفصحة الأستاذ الذي يتحدث بالفصحة لو أنه تحدث إلى رجل بسيط يعمل حارسا للعقارة الذي يسكن فيه أمام بيته ليس معه شهادة وقد يكون بأخلاقه أعلى من الكثيرين يتكلم باللغة العربية الفصحة أو بالعامية الذي قال بالفصحة غلط يتكلم بالعامية ليه يا جماعة لأن الإنسان ما فائدة أنه يتكلم كلاما رائعا فصيحا وغيره لا يفهمه فقدت اللغة قيمتها لأن اللغة وعاء الفكر تمام مراعاة الحالة النفسية للسامع أو للقارئ مراعاة المستوى الثقافي للشخص الموجه لكلام لأن الكلام الموجه للعامة في الصحف اليومية مثلا غير الموجه لأصحاب الفكر والثقافة المتخصصين في مجالاتهم أحيانا الإنسان أحيانا يستعم بالخيال بس يكون صادق سواء كان يتكلم في الشعر أو في النفس طب هو إيه هدف البلاغة يعني يعني الإنسان لم يبقى دليغ إيه الهدف؟ الهدف بسيط جدا معروف لأن الكلام يكون ملائم للموضوع اللي بتكلم فيه يكون ملائم لحال المخاطبين يكون على قدر عقولهم حسب حالتهم النفسية وكمان يكون بشكل جمالي إحنا بتكلم على قواعد اللغة في النحو إحنا بتكلم على جمال اللغة طب ليه الإنسان لازم يكون الكلامه جمالي وحسن ولازم يراعي حال الموضوع حال المتحدث إلي ليه؟ الإجابة سهلة جدا لأن البلاغة بها يعبر المتكلم عن المعنى الذي يحس به بعبارة تنقل الشعور بعبارة إيه؟ تنقل الشعور هو العبارة ممكن تنقل الشعور لها أثر جزاب في النفس مع ملائمة الكلام للموطن الذي يقال فيه للأشخاص يا جماعة يا أحبائي بالبلاغة أستطيع أن أنقل الأثر النفسي الذي عندي للآخرين للسامع دون أن أكثر في الكلام تمام مثال بسيط جدا الولد بص من شرفة المنزل لقى مية في الشارع فبيقول لولده عوز الولد تفاجأ بالمنظر فالمفاجأة التي وقعت على من رأى عاوز ينقلها بالكلام كيف ينقلها بالكلام لو هو يا بابا ده الشارع في مساحة خمسة متر ومية يمين وخمسة متر مش عارف شمال وبارتفاع 2 سنط كلام كتير ومش ينقل الأثر يقوم يبالغ طب ليه بالغ يحسن في كلامه عشان الأثر والمفاجأة التي وقعت عليه بالعين ينقلها بالكلام إلحى يا بابا ده الشارع بأباحر بالغ استطاع باستخدام ألفاظ بلاغية إن ينقل الأثر فالأب عندما يسمع الكلمة يفاجأ المفاجأة التي حدثت بالعين نقلتها بالكلام بأي وسيلة بالبلاغ تمام إذن البلاغة هي مطابقة الكلام المقتضى الحال يعني لكل مقام مقال لكل مقام مقال يبقى ما البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مش عزمني يعني بقى الموضوع حفظ يعني هي إن الكلام البلاغة هي إيه؟ إن الكلام يطابق الموقف اللي أنت فيه ما ينفعش أنا أستخدم أسلوب لا يتناسب مع المستوى الذي أتحدث إلي حتى وأن كان الأسلوب عالي ومن أمامي بسطاء البلاغة أن أصل بما عندي للآخرين البلاغة هي مطابقة الكلام ملخص بقى الخلاصة مطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني لكل مقام مقال يعني كل موقف وله طريقة كلامه وهذا يسلمنا لأمر مهم جدا إن تعبير الإنسان في كلامه في حياته نوعين نوعان لا ثالثة له يأما التعبير يكون طبعا القواعد صحيحة في التعبيرين قواعد النحو أقصد إنما من ناحي الجمالية يأما التعبير حقيقي يأما تعبير مجازي أهي أول لقطة دي في منهج الصف الأول الثانوي كل البلاغة مبنية على الكلام اللي أنا قلت اللي فات ده تعال نشوف يعني إيه حقيق ومجازي بصوا معايا كده هناك نوعان للتعبير من حيث الخيال وعدمه نوعان إيه هما النوعان دول إما تعبير حقيقي وإما تعبير مجازي تعبير الحقيقي هو إيه الألفاظ تقف عند معانيها المقصودة بمنتهى الدقة اللفظ لا يزيد ولا ينقذ عما يحمل معناه طب ما يعني إيه مجازي لا المجازي أن الألفاظ تستخدم بمعاني أكثر من معانيها الحقيقية مغايرة أو امتطاط أكثر يبقى التقف باللفظ عند معانيها تعبير حقيقي اللفظ يؤدي معنى فوق ما يتحمله هذا تعبير مجازي طب سؤال سريع أشوف مين مركز معايا وفيهم الجزء اللي احنا قلناه اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو الإنسان يبقى بليغ إزاي من الأكثر بلغة أنا هنتظر حتى أترك لكم فرصة للإجابة من الأكثر بلغة الذي يستخدم التعبير الحقيقي أم الذي يستخدم التعبير المجازي فكروا كده مين أكثر بلغة في اللغة العربية الذي يستخدم التعبير الحقيقي أنا بكرر فرصة لناسة يفكر اللي يستخدم التعبير الحقيقي ولا يستخدم التعبير المجازي اللي بيقول التعبير المجازي أكثر بلاغة الإجابة خطأ واللي بيقول التعبير حقيقي برضو خطأ وما لإيه لتنين إزاي أستاذ الكيمياء لو لم يتحدث باستخدام تعبير حقيقية ما صار بليغا يتكون جزيء الماء من ذرتين هيدروجين وذرت أكسجن تعبير حقيقي في منتهى الدقة لا أكثر ولا أقل عما تحمله الجملة فما ينفعش أستاذ الكيمياء مثلا يبقى تعبيره مجازي بلاغته في حقيقة ألفاظه أستاذ الشعر ما ينفعش تبقى تعبيره حقيقية يقولون أن الشوق نار ولوعة الشوق نار تعبير مجازي ما ينفعش يبقى تعبير حقيقي الإنسان اللي بيحب عضلة القلب عنده بتشتغل أكثر ساعة عاطفة الحب فدرجة حرارة القلب بتزيد شوية تبقى 37 وشرطة 23 مثلا عن بقية الجسم فما ينفعش فهو يعني يفاقم هذا المعنى الشوق نار ولوعة الشوق مثل النار تعبير مجازي يبقى التعبير الحقيقي له استخدام والمجازي له استخدام يبقى أنا لا أستطيع أبناء الطلاب أن أنا أجزم أن التعبير الحقيقي هو بلاغة أو المجازة هو حسب الموقف لكل مقام مقال طب بالشيء يذكر الاختصار أكثر بلاغة ولا التطويل اللي قال الاختصار خطأ وكمان اللي قال التطويل خطأ لكل مقام مقال القاضي يسأل الشاهد ما الذي حدث يسهد ويفنط ويفصل ويطيل أم يختصر يطيل الإطناب موجود مطلوب والتطويل لكل مقام مقال الضابط يجري وراء اللس وأنا رأيت اللس أين يدخل فسألنا الضابط أين اللس أطيل وعيش حد ما اللس يا رب ولا أختصر أختصر إذن الإجاز والتطويل حسب الموقف كذلك التكرار كذلك الإجاز كذلك التأكيد البلاغة حسب الموقف شوف اللي معانا تعبير الحقيقي كما قلنا تقف الألفاظ عند معانيها ناخد أمثلة المؤمن متحد مع أخيه المؤمن الجندي شجاع في الميدان أقبل الربيع فاخضرت الأشجار حقيقة يعني واحد زائد واحد سوى اتنين هذا رجل بخيل أكلت الماشية الزروع الخضراء اللفظ قدر المعنى طب تعالوا نعبر عن هذه المعاني بشكل إيه؟ فيه مجازية يعني نشوف كده إزاي المؤمن متحد مع أخيه تبقى المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه وبعضه أنا صورت المؤمن جنب المؤمن زي البنيان عبرت عن نفس المعنى الحقيقي بمعنى مجازي ده تعبير حقيقي وده تعبير مجازي الجندي شجاع لا يا عمان هقولك الجندي أسد في الميدان ده يسميه تشبيه الجندي أسد خلاص وصل لك إن الجندي قمة في الشجاعة بقى خلاص مش هتكافة الإجاز بقى أقبل الربيع فاخضرت أقبل الربيع يضحك شوف كأني صورته إنسان على جنب كده بتقول ثانا وولا كأني بقول مصطلحات دي اسمها يا أولاد استعرامك نية صورت الربيع بإنسان يضحك أقبل تشغلش بها طالب أولثان وما يشغلش بها بالمسميات إحنا فهمين ده حقيقي وده مجازي هذا رجل بخيل هذا رجل مغلولة يده يعني إيده مش مفروضة باللحطاء مغلولة يعني إيه يعني مقبوضة أكلت المشياء الزروع الخضراء أكلت المشياء الغيث المطر لأن الغيث هو الذي سيسبب الزروع الخضراء نسميه مجاز مرسل بعدين إحنا نسيبكم مسميات ده تعبير حقيقي ده تعبير مجازي طب بيّن نوع التعبير ناخد تدريب كده على أول لقطة لنا أو أول مشهد لنا في قولة ثانوية الفرق بين التعبير الحقيقي والمجازي بيّن نوع التعبير في الجملة الآتية هذا رجل بحر في الكرم تعبير حقيقي ولا مجازي أسمع أبناء الطلاب أشكر من يجتهد ومن يفكر هذا رجل بحر في الكرم تعبير حقيقي شكرا تعبير مجازي برافو عليكم الآل مجازي برافو عليه إنك شمس والملوك كواكبه أنت شمس هو أنت مش شمس يبقى التعبير إيه مجازي برافو عليكم أصبر شوية كان سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه إذا سار سار النصر معه كأنه النصر إنسان بيسير يعني معه يبقى التعبير إيه حقيقي برافو عليكم لا طبعا التعبير مجازي وقف الجيش ثابتا أمام الأعداء حقيقي الجيش هو ثابت ما تحرقش مش خايف ومرة ورا ومرة قدام ومرة يمين لا ثابت إن شاء الله يموت مكانه كجيش مصر حفظه الله وقف الجيش سخرة أمام الأعداء هو الجيش مش سخرة بس يعني في الثبات كالصخرة تعبير حقيقي لا مجازي برافو عليكم النحو كالملح في الطعام النحو كالملح في الطعام هو النحو مش ملح هو النحو لا يستقيم الكلام بدونه يبقى تعبير حقيقي لا تعبير إيه مجازي تدريب آخر بين التعبيرات الحقيقية والتعبيرات المجازية النحو مادة مهمة تعبير حقيقي ولا مجازي برافو أبناء الطلاب اللي بيكتهدوا معايا الصف الأول الثانوي بداية مبشرة بإذن الله جميل تعبير حقيقي هذا الرجل بيته مفتوح دائما للضيوف الإنسان الكريم أنا بتكلم على جنب كده كأنه لثانهم بيسمعوني اسمها كناية كناية يعني الكرم هنقول بعدين يا أولاد يا أولاد ثانو هنقول يعني إيه كناية بعدين هو الراجل الكريم بيته مش مفتوح بيته دائما حد خبط بيفتحه يعني بابه الكريم وبابه البخيل اللي اتنين مغلقين بيستخدموا عند الحاجة بس أنا يعني دليل على الكرم إنه بيته كريم بيته مفتوح دائما فالتعبير طبعا مش حقيقي بيته بتقفل وتفتح عادي جدا يعني زي وزي أي إنسان بتعبير مجازي لا تنسى ذكر الله تعبير حقيقي ولا مجازي برافو اللي قال تعبير حقيقي أصبت هذا رجل كريم تعبير مجازي لا تعبير حقيقي طب نتدرك شوية لأن البلاغة إحنا بس فهمنا المبدأ لأن البلاغة الأول يا جماعة عاوزين نفهم وبعد ما نفهم نتدرب على في اللغة العربية فيها حكتين اصبر على شيء يبقى مستوى كويس يعني ده مش يعني ما هواش درس نسمعه بعد شوية لا ده إحنا لازم نفهم على أبسط الأمثلة وبعدين نحل على أبسط الأمثلة ثم نتدرك في الحل على المستوى اللي بيجي عليه الامتحان مستوى الشعر دي مرحلة تانية مرحلة بعد كده أن حضرتك تحل كتير وتغلط وانصحة وتغلط عايز دربة الموضوع عز ممارسة ليس بين عشية وضحان يبقى كويسين في البلاغة وإن كان إن شاء الله بهذا القصد لكن الموضوع عاوز إيه صبر حل ما يجيش واحد مثلا لسه بيسمع معي التعبير الحقيقي والمجازي الأول وهلة وروح يبص لامتحان آخر السنة جايزة طم احنا ورانا شغل لسه عشان نوصل لمستوى متحان آخر السنة تعالوا شوف التدرج البسيط معنا في البيت الذي بين يدينا نتدرج شوية مثال بسيط يقول عمر ابن كلثون أشهر شعراء العصر الجاهلي كما قلنا منذ قليل في قصداته المشهورة المعلقة معلقة يعني قصائد طوال هنعرفها بعدين أبناء الطلاب أولى ثانوي أبا هند فلا تعجل علينا وبعدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة إحنا كتير ملأنا البر حتى ضاق عنا تخيل الفخر وصل مبلغه أفخر ما قاله العرب حتى ضاق عنا وماء البحر إيه ده ماء البحر كتير أكتر من البر نملأه سفينة ملأنا البر حتى ضاق عنا تعبير حقيقي ولا مجازي لا هو طبعا أيوا بتقوله إيه برافو عليك اللي قال تعبير حقيقي لا طبعا برافو عليك تعبير مجازي لأنه هو وقبلته مش هيقدروا يملو ولا جزء حتى بسيط من البر البرد كبير يبقى ده تعبير حقيقي ولا مجازي برافو عليكم اللي تحته خط ده تعبير مجازي كده أبناء الطلاب إحنا عرفنا إيه الفرق بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي وده أول درس وده أول موضوع تحدثنا عنه اليوم وهو أول حاجة تقابلك في الصف الأول الثانوي في حاجة بقى اسمها عندنا علوم البلاغة اللي بينبثق منها وبيخرج منها الدروس منها الصف الأول والثاني والثالث أنا قبل ما أتكلم على الموضوعات دي أنا عاوز أسأل سؤال بسيط سؤال بسيط جدا خلاص عرفنا التفارق بين التعبير الحقيقي والمجازي كيف نستخدم المجازية في كلام إيه هي صور المجازية بنقصين على جنب كده اللي هي علوم البلاغة هنعرفها بعديل خليني أسيب كلمة علوم البلاغة دي وخليني أدردش معك شوية التعبير الحقيقي خلاص خلصنا منه اللفظ عند المعنى إيه هي الصور التي يكون فيها التعبير مجازيا مش إحنا عاوزين نحسن الكلام مش إحنا عاوزين نجمله ليس دائما التعبير الحقيقي يحسن الكلام طبعا كيف نحسن الكلام يعني إيه هي الصور اللي يأتي عليها التعبير المجازي بص مع بعضك كيف يكون المجاز في الكلام كيف يكون المجاز في الكلام التعبير المجازي ده يكون إزاي اللي هي طرق تحسين وتجميل الكلام الناس اللي عاوزة تفهم بلاغة أنا أطلع لك دروس البلاغة دلوقتي من واقع حياتنا إزاي نحسن الكلام تحسين وتجميل الكلام يكون بثلاثة طرق إما وانت بتتكلم تصور حاجة بحاجة يكون خيال غير واقعي إنسى المسميات أنا بعرفك دلوقتي أبناء الطلاب عايزين نركز مع بعض شوي إزاي أنا أحسن الكلام كيف أستخدم المجازية في كلامي شعر أو نثر بثلاثة طرق لا رابعة لهم يأما بالتصوير أصور حاجة بحاجة يأما بالنغمة الموسيقية اللي أنا بقولها يأما بأسلوب الكلام أكرر تاني كيف نحسن الكلام كيف يكون الكلام مجازيا بن قسين بن ما بنكون كده ما هي علوم البلاغة نحسن الكلام بثلاثة طرق نجمّل كلامنا بطرق ثلاثة ثلاث طرق اللي هي هنقول عليها بعد شوية صغيرين علوم البلاغة إنسى كلمة علوم دي إحنا في الحياة في العامية في تعاملاتنا مع البسطاء والشارع المصري بنحسن الكلام ونجمّله ونزيد عليه إزاي إما بالتصوير نصور حاجة بحاجة شفت يا عم ده الكرة مش إزاي الساروخ ده الولد طار زي مش عارف إيه تصوير يأما بالموسيقى كلام يتناسب مع بعضه في الآخر من عاش مات ومن مات فات ففي نغمة بتجذبك في الكلام يأما بالأسلوب أنت سرقت الألم برضو أنا أسرق الألم أنت يعني عايز تقول أنت ما سرقتش فبتقولها بأسلوب يؤكد أسلوب استفامي إنشائي غرضه النفي يبقى يأما بالأسلوب يأما بالنغمة اللي هي الموسيقى يأما بالتصوير شوف الأمثلة اللي معانا كده ركز معايا في الجزء المهم ده في الجزء الباقي من الحلقة نحسن الكلام إزاي إما بالتصوير زي لما نقول مثلا زي المثال ده مصر تحارب الأمية الأمية مش جيش عشان نحاربه صورت الأمية بأنها جيش يحارب أنا ده تصوير خيال خيال لكن يجسد ويشخص الواقع الذي تبزله مصر في محاربة الأمية إنسى المسميات أنا بعرفك إزاي هنطلع علوم البلاغة مما يجب أن نستلكه في تحسين الكلام وفي مجازية الكلام نحسن الكلام نجمله يبقى الكلام مجازي إزاي طريقا من الطرق الثلاث إما بالتصوير وإما بالنغمة وإما بالأسلوب طب التصوير زي إيه اللي ها دي يعني بين قصين علوم البلاغة يا أولاد التصوير زي إيه زي ما أنا بقوله بص معايا مصر تحارب الأمية صورت ده خيال مصر الأمية مش جيش عشان نحاربه طب الصورة التانية بصوت ذو أثر موسيقي صوت بإثارة ونغمة بنحسن الكلام به طب زي إيه زي قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزى عدى مدى فرضى عدى إلى آخر الآيات بحيانا النغمة تجمر الكلام الشكل الثالث الأسلوب زي قلت مثلا ومن بدل ما تقول بدل ما أنت عايز تأكد أن ما لا يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ما ده معناه أنا مش بسأل ده أنت هو أنا برضو لسرعة الألم أنت مش بتسأل أنت تؤكد بس الأسلوب اللي اخترته أكثر تأكيدا من لو أنك قلت أنا لم أسرق القلم ومن يغفر الذنوب إلا الله زي بالظبط هي الله هو الغفور الرحيم تأكيد طيب ناخد أشكال للتصوير ندردش مع بعض في أشكال تانية للتصوير انسى المسميات طالب أولى ثانوي أوقعتك على ثلاث طرق لتحسين الكلام تصوير موسيقى أسلوب تصوير موسيقى أسلوب احفظهم كيف نحسن الكلام إما بالتصوير وإما بالموسيقى أو بالأسلوب التصوير زي إيه اللي مركز معايا اللي سمع الكلام ده قبل كده كل مثال هاجيبه يمثل درس من الدروس اللي عندك نشوف كده إزاي الجندي مثل الأسد انت ده تصوير مش هقول اسمه إيه ده عندنا الجندي مثل الأسد طيب خلاص نقوله ده أنا شبهت الجندي بالأسد ده اسمه تشبيه ما تشغلش بالك دلوقت انت المسميات إيه انت اشغل بالك التصوير يكون الزي الجندي مثل الأسد ممكن أقولك الجندي يزقر انت برضو فهمت انه زي الأسد هذه صورة مسورة تشبيه أيوة أيوة هنسميه استعارة بتعقول لسانا وتشغلوش بالكم. عبر الاسود قناة السويس نفس المعنى. الجنود كأنهم اسود. شوف التلات طرق للتعبير عن عن الشجاعة. مرة اقول لك الجندي زي الاسد. ومرة اقول لك الجندي يزأر واحز في الاسد. مرة اقول لك الاسود وانت تفهم ان انا بتكلم على الجنود. الرجل بابه مفتوح. اه يعني تعبير يدل على الكرم. كنا بنقول عليها زمانة تعبير يدل على الكرم. ايوة على جنب كده ولك اني بقول حاجة. الطلاب ولثانوي. ما تسمعوش المسميات اسمها كناية. هنقول بعدين يعني ايه كناية. بس انا بعرفك ايه الاوجه التي يأتي على. هي الخيال في الكلام. مرة الجندي زي الاسد. مرة الجندي يزأر. مرة الجندي مرة عبر الاسود قناة السويس. برضو بتكلم على الجندي وشجاعته. مرة فلان بابه مفتوح بيت الكرم. زي ايه تاني دوص معايا. استمتع السائحون في مصر وشربوا ماء النيل. ايه انت انت فيمت انهم يشربوا شوية من المية يعني. خيال اصوا عمرهم يشربوا المية كلها. ايوة يا سيدي ياللي انت سمعت الكلام ده قبل كده طلاب تانية وتالتة. مجاز مرسل. اه. طالب اقول ثانوي تشغلش بالك بكلمة مجاز مرسل. تتركز معايا الخيال يبقى زي ايه. سرق اللص المنزل. هو ما سرقش المنزل. انا ما زلت اكرر. انا بعرفك اشكال متعددة للخيال. كله بنستخدمه. هو سرق اللي جوه المنزل. مجاز مرسل. الصح في قلمه شريف لا يبصر. يعني المه ما يتكسرش. انت اصدك يعني مبادئه لا تتغير. عبرت عن الكتابة بالقلم. الالية. طب فيه فيه تحسين تاني باستخدام اصوات ذات موسيقى. معاشا مات ومن مات فات. وكل ما هو قات ان قات. قات. فات. مات. انت سمعت نغمة. اه والله ده شكل من اشكال الموسيقى. ايوا. على جنب كده نسمي ايه. اه ده بنسمي احنا سجع. وممكن يبقى فيه كمان ازدواج. بعدين هنعرف الكلام ده. ادي الموسيقى في النهايات ايه. طب زي ايه تاني. المتنبي الشاعر الجميل في العصر العباسي. يا اخي ده انت ده انت لو لو وضعت شيء في حقيبة. يعني مسلا الست الولدة بنحفظ امهاتكم جميعا. تقولك انت واخد ايه معك في الشنطة. انا انا واخد معايا في الشنطة الالم والورقة والتليفون والشاحن والاكل والمية. عبرت عن كل حاجتين اللي هم علاقة ببعض. جنب بعض. طب ما هو ينفع انا اقول انا واخد معايا في الشنطة وده تعبير وكلام مش غلط. انا واخد معايا في الشنطة الالم والاكل والمية والجزمة. آسف يعني. اه والتليفون والاكل والاكل والاخباطن في بعض. ما انا عبرت عن مضمون الحقيبة. الافضل بلاغيا ان انت تذكر كل حاجتين اللي هم علاقة ببعض جنب ببعض. أنا واخد التليفون والشاحن والألم والورقة والتليفون والشاحن. كل حاجتين اللي هم علاقة ببعض جنب ببعض. آه ده اسمه على جنبي كده. ما تشغلش بالك بالمسميات. اسمه مراعاة النظير. مراعاة الحاجة ونظرها. المتنبي. زي ما قولك في العامية انت بتعرف تروح الصحراء. تقول لي يا عم ده أنا الصحرة تعرفني. المتنبي مش يعرف الخيل ولا الليل. ولا البيداء اللي هي الصحراء. لا. ده المتنبي هم دول يعرفوه. ده مش يعرف الخيل والسيف والرمح. ده هم يعرفوه. القرطاص والقلم والألم والورقة. شوف المتنبي قال ايه? الخيل والليل والبيداء تعرفني. والسيف والرمح والقرطاص والقلم. جاب الخيل جنب الليل في جنب البيداء عشان بيركب الخيل بالليل في الصحراء اللي هي البيداء. والقرطاص والقلم جنب بعض. والسيف والرمح بتأدوة القتال جنب بعض. طب ليه المتنبي في البيت ده? بص معايا كده البيت ده. ليه جاب الخيل جنب الليل جنب البيداء عشان تناسب المعنى اسمه مرعاة النظير صورة من صور الموسيقى بالمناسبة يا شباب ممكن أسأل سؤال ما معنى موسيقى غلط اللي بيقول نغمة بس غلط اللي بيقول برضه لحن بس غلط إيقاع تطرب له الأذن مش كده وبس الجميل اللي أنا عارف إنه ممكن معظم الناس متكونش سمعيته قبل كده الموسيقى هي الإثارة والإثارة نوعان إثارة معنوية وإثارة سمعية مش فاهم ركز معاك من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت اختلاف النهار والليل ينسي ذكر لي الصبى وأيام أنسي سكت فغرأ داي السكوت نسيت شبم موسيقى أنا سمعتها ني جودة ولا تجمدى لا تبكيان لصخر الندى موسيقى أنا سمعتها في إثارة سمعية أنا ما بص الجملة اللي جاية دي اسمها موسيقى برضو بس موسيقى معنوية هذا صديق يعيش في خير وهذا صديق يعيش في شر وهذا رجل يعيش في خير وجاره يعيش في فقر كلمة خير الأولى غير خير التانية خير الأولى معناها عمل صالح لكن خير التانية معناها غنى ومال من الذي ضبط الأداء؟ من الذي أثار في ذهني المعنى الصحيح هذا الإثارة أهي؟ من الذي أثار في ذهني المعنى الصحيح لكلمة خير في المثالين؟ الكلمة اللي بعدها التضاط موسيقى زهنية الشيء يظهر بضده ده اسمه طباق موسيقى معنوية محسن بديعي معنوي إثارة بس إثارة زهنية مش إثارة موسيقية بص مع بعض إيه تاني؟ أنا رجل لا يجاله الناس أنا وإن كنت الأخير زمانه لآتين بما لا يأتي به الأوائل مش إنت اللي أنا قبلت بارح في الشارع إنت قبلت إنت مخاطب قبلت ده غائب إثارة نوع من أنواع الموسيقى نسميه التفات بعدين أنت الذي قابلته أمس الهاء وأنا واحد والهاء وأنت شخص واحد في إثارة بص كده معايا اللقطة اللي جاية دي الشاعر بيقول إيه؟ هلوله يلا عشان الحرب بيقول أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة هلوله يلا عشان نحارب قال دعوني فإني آكل العيشة بالجبن تسمع كلمة الجبن يثار في ذهنك إن الجبن قد يكون جبنة مع عيش عشان قبلها في كلمة عيش وأكل يا الجبن يعني الخوف آه الكلمة لها معنيين آه هنسميه بعدين حاجة اسمها التورية من هي صورة من صور الإثارة طف بالرمالي وأحيها يا نيلو ما أنت يا سر الحياة بخيلو خد نيلو بخيلو في أول القصيدة تسمع الموسيقى بيسموها يعني برعة استهلال في بداية القصيدة نيلو بخيلو هذا لي اسم عندنا تصريع بعدين هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود في النثر سجع صور من صور الموسيقى عبرة وعبرة يا للغروب وما به من عبرة من عبرة للمستهام وعبرة للرأي اختلاف الكلمتين في حركة تجانس في اللفظ ينسي وأنسي تجانس وكمان يديني موسيقى تنوع الأسلوب الذي يستخدمه الكاتب ممكن استخدم أسلوب الخبري لا إلى أدى الامتحان ثلاثون طالب تصر لكي نداء أكرمنا يا رب استخدم أسلوب النداء تنوع الأسلوب أيضا في التكرار في الناهي في التمني في الرجاء في الاستفام كل هذه صور صور التحسين إذن ما هي علوم البلاغة بصوة يا جماعة نحن دلوقتي استعرضنا مع بعض طرق تحسين الكلام طرق تحسين الكلام دي هنسميها علوم البلاغة في اللي أنا قلتو دا كله إيه هي طرق تحسين الكلام التلاتة اللي هي يعني إيه علوم البلاغة بصوا معايا كده ما هي علوم البلاغة علوم البلاغة بص كده أنا خد تلات أنواع من شوية عايزين نفهم الناس تركز معايا أنا خدت ثلاثة طرق لتحسين الكلام الخيال أنت تصور حاجة بحاجة أو الموسيقى أني فيه نغمة سواء تتفهم أو تتسمع أو الأسلوب طب التلاتة دول اسمهم إيه؟ التصوير على فكرة طرق تحسين الكلام اسمها علوم البلاغة طرق تحسين الكلام اسمها إيه؟ علوم البلاغة لو أنت بتصور حاجة بحاجة ده إحنا هنسميه علم البيان يبقى من دلوقتي هو التلاتة طرق اللي هنحسن بيهم الكلام من دلوقتي هنسميهم علوم البلاغة يبقى إيه يا علوم البلاغة؟ هي طرق تحسين الكلام اللي هي يعني صور المجاز إزاي نحسن الكلام؟ إزاي استخدم التعبير المجازي؟ إزاي أعرض الكلام بشكل غير حقيقي؟ يؤدي معاني أكثر من المقصودة بثلاث علوم العلم الأول علم البيان اللي هو الخيال أفكرك طرق أبكرره أبناء الطلاب الأحباء في الصف الأول الثانوي طرق تحسين الكلام تلاتة إما تصوير وخيال تصور حاجة بحاجة هنسميه علم البيان إما تستخدم موسيقى إثارة تتسمع أو تتفهم ده نسميه أولاد علم البديع محسنات البديعية يعني يا إما الأسلوب بقى اللي بتتكلم بيه ما لهمش علاقة بقى بالنغمة الموسيقية ولا الخيال ده اسمه علم المعاني والأسليب نرجع كده أنا قلت لك من شوية إن أنت تحسن وتجمل الكلام بطريقة من الطرق الثلاث طريقة الأولى أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي طرق تحسين الكلام وعلوم البلاغة ثلاثة يا إما عشان في ناس بتوصل الصف الثالث ثانوي تقوله طلع محسن بديعي يجيب لك خيال تقوله طلع نوع الأسلوب يجيب لك محسن بديعي مهم جدا في لقاءنا النهاردة نعرف نفرق بين الخيال والموسيقى والأسلوب بتصور حاجة بحاجة زي ما قلت من شوية مصر تحارب الأمية اسمه علم البيان إيه بقى هو علم البيان وإيه حيثيات وإيه كيف كله ده نعرفه بعدين أنا دلوقتي عاوزك تفهم أساس البلاغة إيه مصر تحارب الأمية علم البيان طب لو استخدمت في التحسين موسيقى صوتية أو سمعية أو معنوية ده اسمه علم البديع طب لو العبت على الأسلوب بصرف النظر فيه موسيقى ولا لا وبصرف النظر فيه خيال ولا لا اسمه علم المعاني والأسليب ركز أوف المشهد اللي قدامك ده عاوز الصورة لقدامك ده طب نجيب حاجة أوضح بعدين هنجيبها بشكل مفصل الصورة ده عاوزة تلسق في ذهنك وتعلق في خاطرك طرق تحسين الكلام انساه الكلمة دلوقتي اسمها علوم البلاغة اعتمدت على التصوير بصرف النظر فيه موسيقى ولا نوعه الأسلوب ايه انت مركز في الخيال تصور حاجة بحاجة اسمه علم البيان طب اعتمدت على الموسيقى اللي بتقولها اللفظ بيثير ايه عند السامع ايه النغمة اللي بيسمعها علم البديع بصرف النظر فيه خيال ولا لا اعتبر بتعتمد على الأسلوب اللي بتتكلم عنه بصرف النظر فيه موسيقى ولا لا وبصرف النظر فيه خيال ولا لا اسمه علم المعاني والأسليم يبقى نقول تاني ونكرر علوم البلاغة هي ايه علم الخيال علم التصوير علم البيان علم الموسيقى والإثارة وجذب الانتباه بالسمع وبالذهن علم البديع المحسنات البديعية طب اعتمدت على الأسلوب علم المعاني والأسليم كل ده بنستخدمه في حياتنا تلما تيجي تحسن كلامك مع من يسمع اما تصور له حاجة بحاجة او تسمعه نغمة يطرب لها او الأسلوب نفسه يكون فيه يعني تعمد يبقى يا بيان يا بديع يا ايه يا معاني تعالى نشوف كده خلاص خلصنا من الشكل ده طرق التحسين هي علم البلاغ علم البيان علم البديع علم المعاني والأسليم يبقى ايه يعلم البلاغة انسى بقى كلمة علم تحسين الكلام ني كيف نحسن الكلام خلاص ننساها نركز دلوقتي ابناء الطلاب على علم البلاغة ايه هي علم البلاغة علم البيان اللي احنا هنسميه بعدين خيال جزئي والناس تركز معايا في كل كلمة اللي يسميته جزئي اكيد جاي مسمى تاني بعدين مغاير للخيال الجزئي وممكن يبقى اسمه خيال كلي هنتكلم على نوع الخيال بعدين اللي هو التصوير يبقى علم البيان اللي هو الخيال او التصوير النوع التاني علم البديع اللي هي المحسنات البديعية اللي هي الموسيقى النوع التالت هي علم المعاني والاسليب بص معايا كده كويس علوم البلاغة تلت علوم علم البيان علم البديع علم المعاني ابناء الطلاب اللي بيسمعوا الكلام لأول مرة اللي بيأسسوا فهمهم للبلاغة البلاغة تلت علوم انبثقت هذه العلوم من طريقة لإيجاد وتحسين الكلام طريقة إيجاد وتحسين الكلام يعني إذا خل الكلام مجازي يبقى احنا تكلمنا عن أن التعبير في البلاغة نوعين حقيقي ومجازي إزاي يبقى الكلام مجازي كيف نحسن الكلام عشان يبقى التعبير مجازي مش حقيقي بتلت طرق يأما تصوير علم البيان يأما موسيقى تتسمع أو تتفهم علم البديع المحسنة البديعية يأما علم الأسليب والمعاني طيب نكمل كده نتدرك بقى الحاجة أكثر من كده يعني دقة فيها تفصيل أكثر بص معايا علم البلاغة علم البيان يندرك تحته إيه اللي هو الخير الجزئي يندرك تحته أربع مسميات علم البيان يندرك تحته أربع مسميات التشبيه والاستعارة والكناية والمجازي المرسل كل المسميات دي مرت علينا من شوية المسمى هو الجديد إحنا بس عاوزين نعرف إيه هو التشبيه في اللي بنستخدمه في حياتنا إيه الاستعارة في اللي بنستخدمه واللي قلناه إيه الكناية كذلك في اللي قلناه يبقى علم البيان هم أربع دروس التصوير أو الخيال تشبيه واستعارة كناية مجاز مرسل أهو قدامناه طب نشوف كده أهو علم البيان طب علم البديع اللي هي المحسنات البديعية اللي قلناه ده كله أنا بحط مسميات دلوقتي كل الكلام ده هورديه كان أنه مر علمية من شوية وبنستخدمه في حياتنا المسميات هي بس اللي جديدة وأنا النهاردة مش عاوزك تشغل البلد بالمسميات إطلاقاً فيه حاجة اسمها سج وحاجة اسمها سدواج وده يبقى في النثر بس قرآن حديث مقال فيه حاجة اسمها تصريح حسن تقسيم ده يبقى في الشعر بس فيه حاجة اسمها جناس حاجة اسمها طباق حاجة اسمها مقابلة وده يبقى في الشعر والنثر طيب علش؟ طيب فيه بقى علم المعاني والأسليم الأسلوب ممكن أسلوب خبري أسلوب إنشائي أسلوب قصر أسلوب توكيد إيجاز إطناق كل ده مرة علينا من شوي الصفحة اللي قدامي دي يعني أنا مش عاوز أقول لك صفحة مقدسة في علم البلاغة تحطها قدامك كده صورها بتليفونك دلوقتي وفضل احفظ فيها اكتبها سجلها كتب كتير وتشمل الكلام ده وأكثر أسهبت فيه الكتب فالصفحة دي مهمة جدا أول لقاء لي مع البلاغة أحفظ الصفحة دي خلاه قدام عيني علشان أبقى فاهم إيه هو تبع الخيال علم البيان إيه هو تبع الموسيقى علم البديع إيه هو تبع علم المعاني والأسليم يا سيد الفاضل أنا في طلبة ما هيش فاهمة معلش يعني ربنا يزيدكم علم تقول له استخرج محسن بديعي يطلع لك استعارة تقول له طلع بيان يطلع لك محسن بديعي مهم جدا إن إحنا نصنف عنوب البلاغ علوم البلاغ في حاجة اسمه علم البيان تشبيه والاستعارة والكناب والمجازة المرسلة علم البديع المحسنات البديعية علم المعاني والأسليم الكلام ده تفهمه مش تحفظه اكتبه كده قدامك خليه قدام عينك اعرف إحنا شغالين دي خريطة السؤال مش هيجي كده خالص طب وبعدين إيه اللي يحصل ركز معايا كده شايفين التشبيه ده ها ده أول درس في قولة ثانوية موضوعنا الفترة اللي جاية عام التشبيه خلصنا يعني بلاغة عرفنا اين الفاق بن التعبير الحقيقي والمجازي هنتكلم منهج الصف الأول الثانوي كله هو علم البيان سنة أول السنة الأخيرة علم البيان بس بصوا معايا للكلام ده الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي ده بس علم البيان بس الترمي الأول فصل الدراس الأول التشبيه والاستعارة فصل الدراس الثاني الكناية والمجاز المرسل بس ده منهج البلغة في الصف الأول الثانوي والباقي بها في سنة تانية بس احنا لازم ناخد فكرة عن كله بس الاول نركز عشان نعرف يعني هي تشبيه لان انا فوجة نظري من الخطأ الذي يقع فيه الطلاب انه في البلاغة يقفل دماغه على دروس المنهج اللي عنده ما ينفعش انا لما اجي اخد بيت شعر ونقف فيه على مظاهر الجمال في تحليلنا للنصوص استخراجك لمظاهر الجمال اللي هي صنوف علوم البلاغة يجيب لك بيت شعر يقول لك يسألك فيه مثلا عن الموسيقى علم البديع يسألك فيه عن التصوير علم البيان يسألك على نوع الاسلوب علم المعاني والاسليم يبقى انت محتاج قبل ما تشتغل في النصوص وقبل ما تشتغل في الشعر نصيحة يعني ان انت لازم تركز شوي في البلاغة ما نستعجلش نشتغل بلاغة مع ادب مع نحو مع قراءة وتحررة وغيره لكن ما نجيش نحية النصوص ولا استعراض ما هي الجمال في النصوص ولا في النصوص المتحررة قبل ما ناخد شوط كويس في البلاغة نتخصص في درسنا ونركز فيه وناخد فكرة عن الباقي عشان هي دي ادواتي انا لو فهمت بلاغة كويس في الصف الاول الثانوي هاعرف اشتغل كويس في باقي مرحل الدراسية الصف الاول والثاني والثالث يبقى علم البيان في قولة ثانوي التشبيه الفصل الدراسي الاول والتشبيه والاستعارة بس الفصل الدراسي الثاني هنشتغل على الكلاية والمجاز المرسل وعلم البديع وعلم المعاني في الصف الثاني وحاجة في ثالثة كده يعني كيميا البلاغة دي انجاز التعبير نركب الكلام ده كله فيما يسمى التجربة الشعرية لما هنتكلم في الصف الثالث بإذن الله وازاي العناصر ده كلها بتخدم العاطفة يا عظم انا من شوية اثبتتلك ان الحرف بيخدم العاطفة والموسيقى والإقاع فما بالك بقى بالحاجات دي يبقى احنا هنركز في الصف الاول الثانوي على التشبيه التشبيه اللي هو ايه حاجة من حاجات التصوير شيء من انواع التصوير اللي هو علم البيان التشبيه وبعدين الاستعارة والكيناء والمجاز المرسل اربع دروس الصف الاول الثانوي عليه علم البيان بس الصف حديث الحفظ تكتب قدام عينينا كده ونمشي عليها دي الخريطة العامة للبلاغة علم البلاغة علم البيان يعني الخيال والتصوير علم البديع المحسنات البديعية بكل انواعها علم المعاني الاساليب زي ما انت شايف علم البيان هو اللي هنركز عليه هنشتغل على التشبيه والاستعارة في الصف الاول الثانوي نركز شوية التشبيه من علوم البلاغة علم البيان ومن علم البيان رقم واحد التشبيه لا اصيب انت اول درس في الصف اول الثانوي التشبيه عرفت التشبيه ده جاي منين بالزبط ايه هو التشبيه في العامية كده حتى يعني ان انت بتشبه حاجة بحاجة بتشبه شخص بشخص شيء ماد بشيء ماد دايما الحاجة اللي انت بتشبه بيها اسمها اللي هي المشبه به بتبقى الصفة عالية او فيها نقول تاني كده يعني ايه تشبيه التشبيه هو صفة مشتركة بين شيئين زادت في احدهم عن الاخر المثال المشهور وعلى فكرة تثبيت المثال في كل دروسك المثال عندما تثبيته تقدر تفهم منه وتستحضره في ذهنك يعني دايما ان الزملاء والكتب مركزين على الجندي مثل الاسد في الشجاعة مثال جميل ركز عليه الجندي مثل الاسد في الشجاعة هو الجندي شجاع والاسد شجاع بس الشجاع عند الاسد اكثر من الشجاعة اللي عند الجندي فانا رفعت مستوى الشجاعة عند الجندي فسويتها كأنه اسد الجندي مثل الاسد في الشجاعة لانه التشبيه ليه اركان اجزاء الجندي ده مشبه تعالي نشوف كده المثال اللي معنا والمثل دي اداة التشبيه ممكن تبقى الاداء حرف او فعل او اسم وممكن تبقى وممكن يبقى فيه مشبه بيه او المشبه بيه طبعا واجه الشبه بص معنا المثال الكتاب مثل الصديق يؤنسك المشبه اللي هو الكتاب انت بتشبه الكتاب بتشبهه بايه انت خدت ده التشبيه عندك ايه ليه مثل شبهته بالصديق يبقى الصديق هو المشبه بيه طب هو الصديق الصفة العظيمة عنده ايه انه يؤنس يصادق انه يعني يقف بجوار صديقه يؤنسه هذا وجه الشبه وبالمناسبة الصديق حاجة مهمة اوه في الحياة صديقك من صدقك وليس من صدقك اللي يمشي معك كل شوية في حاجة انت عايزها غلط او صح ده مش صديق الصديق هو الذي يحسن الرأي اليك حتى لو الرأي هيزعلك عشان يا جماعة نحسن اختيار زملائنا واصديقائنا ده المثأ الشاعر بيقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة فلربما انقلب الصديق عدوا فصار ادرى بالمضر عارف خباياك ركزه يا شباب الكتاب مثل الصديق يؤنسك الكتاب مشبه اداة التشبيه ممكن تبقى حرف زي الكاف او كأن يعني من فاقول الكتاب كأنه صديق الكتاب كالصديق وممكن اللي يبقى فعل يشبه يضارع يماثل يحاكي وممكن يبقى اسم زي مثل او شبه او مثيل والمشبه به واجه الشبه الكتاب مثل الصديق يؤنسك ده اسمه تشبيه اركانه موجودة يبقى اركان التشبيه ابناء الاحباء كام ركر اربع اركان الفتاة مثل القمر ركزه معايا كده اما اقول الفتاة مثل القمر في الجمال الفتاة مشبه اداة التشبيه الكاف القمر مشبه به في الجمال واجه الشبه العلم مثل النور يفيدك الافادة في النور مثل اداة التشبيه او الكاف والنور مشبه به والعلم مشبه اسمها اركان التشبيه يبقى اركان التشبيه كام ركن اربعة مشبه ايوا برافو عليكم اللي بيقول معايا مشبه به اداة التشبيه واجه الشبه على فكرة انا قلت مشبه به وفيه ناس قالت اداة التشبيه قبل مني افتكرنا لا مفيش غلط ولا حاجة الترتيب مش مهم بالمرة ما تشغل شبالك بالترتيب الموضوع مش بيمشي مشبه اداة التشبيه مشبه لا خالص انا ممكن نبدأ باي حاجة في اربعة المهم نفهم ابدأ لك بالاداء كأن الجندي اسد في الشجاعة بدأت بالكاف اسد الجندي في الشجاعة بدأت بالمشبه به الجندي اسد في الشجاعة بدأت بالمشبه في الشجاعة الجندي مثل اسد بدأت بالمشبه به المهم المعنى الذي يحكمني ننتقل بعد ذلك الى انواع التشبيه انواع التشبيه ده منهج هناخد جزء منه. ايه هي انواع التشبيه? التشبيه حسب ذكر الاركان. بصوا كده يا جماعة بشكل بسيط جدا قبل ما نشوف الامثلة اللي معنا. هما التشبيه كم رقم? اتنين? لا 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 لا. تلاتة? لا لا ابرافو عليك. التشبيه اربع اركان. مشبه ايوا اداة تشبيه خلاص التزم الترتيب اللي طالما انتم اه ملتزمت بالانا قلته. المشبه اداة التشبيه المشبه به وجه الشبه. لو ذكرت الاربع اركان يبقى اسمه انت ذكرته بالتفصيل. اسمه تشبيه مفصل لان انت ذكرت الاربعة بالتفصيل. طب اكتفت بتلاتة. يبقى انت اجملت مش فصلت. خد بالجملة كده يعني. دورش على التفصيل. اسمه تشبيه مجمل. عشان بس اربط لك المسمه بالمعنى. ذكرت الاربع بالتفصيل مفصل. اجملت من غير ما تفصل خده كده بالجملة. مجمل. حزفت. جبت ركنين. وتكلمت على الجندي كأنه الجندي اسد. انت حزفت الاداة وحزفت الوجه خالص. الجندي اسد. ركنين بس. تشبيه بليغ. وليه بليغ? عشان انت بقى لغب. انت مش قلت الجندي مثل. كا. يشبه. انت قلت الجندي اسد. وما قلتش في ايه كمان. ان الجندي اسد. يبقى كام ركن. اربعة. ذكرت الاربعة. مفصل. ذكرت تلاتة. مجمل. ذكرت اتنين بس. بقى بليغ. تمام. في حاجة بقى بنسميها يا جماعة. اسمها سر جمال التشبيه. يعني التشبيه ده الجمال اللي فيه ايه؟. ليه جميل التشبيه ده. لما اقول مثلا الكتاب صديق. بصرف النظر قلت الكتاب مثل الصديق يأونسك. الجندي مثل العسد في الشجاع. الكتاب صديق. الكتاب صديق. بصرف النظر انت جيبت الاداة ولا ما جيبتش واجه الشباب المهم ان انت في النهاية صورت الكتاب بالصديق. الكتاب صديق. هو انت الكتاب ده. معنى ولا مادي ولا شخص ده شيء مادي يرى بالعين طب انت شخصته ولا جسدته يعني عملت له عملية تكسيد وتجسيم ولا تشخيص برافو عليك الطالب اللي قال تشخيص لما قل الكتاب صديق انت شخصت الكتاب اعتبرت شخص رفعت مكانته طب لما قول العلم نور هو النور يرى والعلم لا يرى يبقى انت رفعت من مكانة العلم او عشان توصل للصورة اعتبرت ان العلم الذي هو شيء لا يرى شيء معنوي اعتبرته شخص يعني شخصته بالنور لا طب اعتبرته شيء مادي يرى يبقى ده اسمه تكسيد او تكسيم العلم نور طب انا هقول لك مثلا المدرس اب المدرس مثل الاب لتنين شخص طب انت بتشخص ما هو شخص ايه انا بحاول اوضح يعني انا بحاول اوضح فقط يبقى ده اسمه سر جمال التوضيح طيب تعالوا نبص كده مع بعض على سر جمال التشبيه ونعيد هذا الكلام مرة اخر بصوا معي انا قلت الكتاب مثل الصديق يؤنسك الكتاب مثل الصديق يؤنسك المشبه الكتاب وجه الشبه يؤنس والمشبه به الصديق واداته التشبيه مثل طيب سر جمال التشبيه شخص الاسماء في اللغة العربية حاجة من التلاتة يا شخص يا شيء مادي يا شيء معنوي ركز معايا هنا كده قبل ما نشوف الرسم الصورة اللي معانا ركزوا معايا كده ابناء الطلاب انا هقولك على طريقة تحدد ده السر الجمال ركز معايا كده الاسماء في اللغة العربية حاجة من التلاتة يا اسم شخص يا اسم حاجة ترى بالعين وهي ليس شخص زي حصان زي علم زي كتاب زي كرسي يا اما شيء معنوي لا يرى بالعين يبقى شخص مادي معنوي شخص مادي معنوي شخص مادي معنوي حفظهم كده شخص مادي معنوي شخص مادي معنوي لو خدت الشيء المعنوي صورته بشخص يبقى انت شخصت يبقى تشخيص السعادة قائد إلى الجنة الدعاء قائد إلى الجنة يبقى انت خدت شيء معنوي عملته شخص تشخيص طب شيء مادي خلته شخص برضو تشخيص الكتاب صديق يبقى دي هو الوحدة يبقى ما هو التشخيص ان انت خدت المعنوي او المادي اللي هو حاجة مش شخص خلته شخص ده تشخيص بكرر انا عشان الناس بستفهم وتحفظ اللي مش شخص خلته شخص تشخيص طب ما لا يرى بالعين خلته كأنه حاجة ترى بالعين جسدته تكسيب المعنوي بمادي مهمة ثلاث حاجات بص فوق كده شخص تحت منه مادي تحت منه معنوي معنوي بشخص تشخيص مادة بشخص تشخيص طيب معنوي بمادي يعني شيء معنوي خلته مادي تكسيب غير كده توضيح يبقى سر جمال التشبيه تشخيص تشخيص توضيح تكسيب ما هو الشخص تشخيص ما هو الشخص خلته شخص الكتاب صديق تشخيص السعادة قائد الى النجاح تشخيص طيب شيء معنوي خلته مادي العلم نور تكسيد غير كده اي حاجة توضيح زي ايه مادة بمادي معنوي بمعنوي شخص بشخص المدرس اب شخص بشخص توضيح الكتاب حاجز بيننا وبين الجهل مادة بمادي توضيح السعادة رضاء في النفس السعادة كرضاء معنوي بمعنوي توضيح نشوف مع بعض كده الشكل الجميل ده يتحفظ لو صورت شيء معنوي او شيء مادي بشخص تشخيص طيب شيء معنوي بشيء مادي تكسيم غير كده توضيح يبقى سر جمال التشبيه اما تشخيص واما توضيح واما تكسيم احنا كده استعرضنا معا ايه يعني بلاغة استعرضنا ازاي البلاغة احنا بنستخدمها يعني ايه علوم البلاغة كيف نحسن الكلام وصلنا لعلوم البلاغة بيان وبديع ومعاني خدنا اول نوع التشبيه تعرفنا على يعني ايه هي اركان التشبيه وايه هو سر الجمال اللقاءات القادمة ان شاء الله ناخد انواع التشبيه ابناء الطلاب سعدت بكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم اللهم احفظ اولادنا اللهم بارك لنا فيهم اللهم اسعدهم واسعدنا بهم دنيا واخرة اللهم ارحم والدينا واصحاب الفضل علينا واصحاب الحقوق علينا رحمة الله على من علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معكم ياسر آدم اشتركوا في القناة